هاك دي كريشيس بحالستان هو اول هاكاثن افتراضي في فلسطين من تنظيم غازل سكاي جيكس تابعونا بهذا الفيديو لتشوفوا كيف كان يتم تنظيم هاي الفعالية بالنسبة للهاكاثن تحد الأول كان انو كيف نقنع البارتسبانت اصلا يسجلوا في الفورم تبع التسجير انو كان في ارتشور فهم انو كيف الفكرة روحت تم اسألة كتير اجتنا عن السوشيال ميديا انو كيف رح نشتغيل كيف رح نسلم الامور كيف رح نشكل الفريق وكتير اسألة وصلتنا فكان التحدي انو كيف نجمع الناس هادور في الاول لقدرنا الحمدلله نقنعهم من خلال السوشيال ميديا والبوستس اللي كانت تنظر وكتير كمان الشركاء ساعدونا عملوا شارز كتير على الصفحاتهم الخاصة وكان فيه تفعل كتير سواء كان من ضفة غربية من الفلسطينيين حول العالم او من غزة وصلنا في فترة قصيرة أقل من عشر أيام كانت البروموشن فيريوت فا احنا ما كانش معنا وقت كتير فهو كان القول كتير عالي بس احنا الحمدلله يعني درنا نجمع الف بلاس كافراد فيه ناس سجلت كتيمز وفيه ناس سجلت كافراد لكن الابليكيشن كليات هالو وصلتنا سبعمية وعشرين بلاس ونحنا بكون نسعداء بهال النتيجة والنجاح الحقيقي كان انه احنا قدرنا نوصل لكل فلسطينيين في كل عالم يعني مش على قد بس غزة وهلع التيمز المشكلة في الهاكاثون ناس يعني الفريق الواحد بتلاقي فيه اعضاء من غزة اعضاء من خليل اعضاء من جليم ومن غير المناطق الفلسطينية رزيم جمعنا الفلسطينية في هذه الهاكاثون صحيح الهاكاثون اللي جمع الفلسطينيين هو الهاكاثون الأكبر والأول كمان بيتشولي على مستوى الفلسطيني شكرا كتير آية على جهودك وشكرا لكل شكرا لك اسمارتك ألف عالحب موراق الكاميرات شكرا شكرا